من بينها جمعية الدار الخير وكذلك أذكر كذلك مجموعة الدار الخير وونسا هم أصدقاء لنا يعني في كل سنة لديهم حملات خيرية من أجل شتاء دافئ لهؤلاء المتشردين أنتم لطفي يعني في كل سنة تقومون بهذه الحملات والقوافل من أجل ربما تكفل بالمتشردين من خلال توفير لهم أغطية احنا في كل سنة عادنا هدايا أنيف المون فيكس نخدموها نلمو الأفريشة الأغطية ونعطوهم المتشردين ما يقول لك احنا ما نقدروش نلبيو قعم المتطلبات كيف تكون هدو العملية يعني تنزلون الشارع هدو العملية حاجة لولا الفيسبوك على شبكة التواصل الاجتماعي لنصيوا ليف المون الناس تعرفنا الناس تواصل معنا الناس هي تبلجينا باش نديروا هدو المبادرة نقولوها مبادرة خيرية تبلجينا الناس تجيبنا الأغطية تاحها الأفريشة مننا احنا نقولو كل سنة نبدلوا الأفريشة والأغطية تاحنا أقدر كاين عفايس يروحوا كاين هدوك الناس كتديلهم هدوك الفيراش يشوفوه جديد يتغطأوا بيه الناس يتبات في العارة الناس يتغطأ بالكرتون الناس يتغطأ بالكرتون الناس ما يشتاكل الناس ما يشتلبس صحيح هذا الإفنمون نبدأه من 2 سبتمبر أو أكتبر نبدأ هذا الإفنمون لمو الحوايج لمو الأغطية وكيف يتم تحديد ربما الأماكن اللي يتم فيها توزيع هذا الأفريشة والأطعمة هل يتم تقسيم ربما مجموعاتكم هي المجموعات تقسم إلى أربع مجموعات كاين مجموعة تروح للجزائر العاصمة وما تدير كلش علاش؟ المشكل الكبير في جزائر العاصمة أنه الجمعيات والمجموعات ومن تانية الهلال أحمر الجزائري قاين رحوا للجزائر العاصمة وفي وقت واحد حنا ما نقدرش نهضر على روحي أناية ما نقدرش نلبس فوق حاجة تاعي ما نقدر نلبس حاجة زوج حسب أنت كل جمعية اللي تجي تمدلو اللي تجي تمدلو أغطية اللي تجي تمدلو علاش ما نروحوش للحراش علاش ما نروحوش للخربة هلاش مروحوش لزيرالدة هلاش مروحوش للباب الواد جزائر العاصمة راهي كبيرة ومعمرة متشردين قتلك المجموعات نقاسم إلى ربع مجموعات المجموعات الأولى تروح لجزائر العاصمة تشوف وش يخص وش ينقص قبل تشوف بس كنا روحو نلقاوا جمعيات لمجموعات وحنا في الوقت هذا نلقاوا غلا مجموعات المجموعات الخيرية يشوفوا عفايس اللي خصوا نزيدوا لهم باش ما نحرموش لمجموعات أخرى نخلوه نقاند قسموه نقانديرو الخير